بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا بشيوة جديدة مشيوة ام شمس كانت بنا دائما تكون في احسن الاحوال وفي تمام الصحة والعافية واليوم دائما في اطار شهيوة رمضان هذي نختار حاليكم نحضرو جبن كريمي كيجي رائع جدا خفيف لديد بنتيجة اللي رائع جدا بكمية اللي كبيرة فكن عارفوا ان هاد الجبن هادا كيكون شوية طلع في تمام خاصة هذي كيكون كريمي وكذلك كنحتاجه بكيميا وفيرة كالشهيوات رمضان وحتاج الشهيوات العادية الحشوات وكذلك التزيين ديال الشهيوات ديالنا فاليوم ان شاء الله هنحضروه بكل سهولة فانا دائما فيتح محضرة معكم يعني هاد النوع ديال الاجبن بنانواع مختلفة يعني الجبن بنانواعه بمداقة مختلفة فاليوم ان شاء الله هنحضروه بطريقة اللي تكون سهلة وكذلك بدون كريمة او لا بدون قشدة كيشي صراحة كيماشتو نتيجة رائعة وهنا رمزل ما دخلتوش للتلاجة يعني نتيجة مباشرة فكنتمنى لفيديو دائما تعجبكم وإلى دائما عجبتكم لفيديو ما تبخروش عنا بتجاعتكم تعليقكم رائع وكذلك لايكاتكم لفيديو وبرتجوا لفيديو مع الأصدقاء والعائدة العائلة عفوان باش تعمل الفائدة وكذلك باش تزيد قناتنا وقناتكم تكبر اكتر فهدا واجبن ديالنا كما لاحظو معايا كي يجي كماشتوس لاني سامي كماشي شي جبن اللي كي يجي خفيف جاري وكذلك نتيجة رائعة فمشو مباشرة للمقادر طريقة التحضير فبنسبة لطريقة التحضير ديال هالجوبن هدا قتكون شوية طريقة يعني غريبة أو لمختلفة فهنا اخديت ثلاثة لترال الحليب كنت بغيتها الوصفة أخرى ولكن فاش عملت الحليب يغليل قيتو انه حليب مشي طري يعني افصل الماد يلو على هذا وقررت ديك الساعة انني نحولو الى جوبن فبلا ما ننطيبو نحولو لانهو كمية كبيرة ليهي ثلاثة لترال فمباشرة بعد ما بلية الحليب انه وفصل اخديت حامضة واحدة حبات ديال الحامض او الليمون اعصرتها وصفيتها وضفتها عليه باش يتعقم لنا الحليب صافي خليت الحليب مدة ديال ثلاثين ثانية فوقها العافية مهيلة حتى بلية فصل تماما عضفت عليه شوية ديال الملحة وضفيت عليه وخليتولي لكاملة حتى برد تماما فاش كي يبرد تماما كي يعطينا هاد النتيجة هادي كما كتلاحظو حتى الكيمية لجوم كي تكون اكتر خليتو كي ما قلت لكم ليهي لكاملة غير في حرارة المطبخ تفصل تماما كي ما كتشوفو بهديك العصر ديال الحامضة وشوية الملحة فقط وخليتو على جنب مغطي في الغد فبحلا كالقيتو خليتو دبا مباشرة كنعملو ايناء كنعمل فوق منو شبيكا مع مندي اللي كيكون اكيد نضيف وحكا بحل يعني انها نستعملت زي في حياتي صفي وكان نصفو الجوبن ديالنا كان بدا نحاول ان ينهز الجوبن غير هكا فبلا ما تكبو المكاملو يعني يتصبوه فوق من هاداك المنديل لان هكو ما تبقوا مدة طويلة وانتو ما كتتعصرو فهذا كل ما كي ياخد مدة طويلة كان عندك الوقت مثلا ممكن تكبوه كاملو وتعلقيه ويعني يتصفى على خاطر انا انا بحكم الفيديو كان بغي دائما نصر عليكم الوصفة فهذا يبدو نهز هكا يعني كان دكشي لاش خليتو ليلة كاملة باش يعني يعطيني كمية كبيرة الجوبن غير غير ننهزوها كان اخدوها هكا بهاد الالوش ومبعد كندير صفايا وكان اخد دكشي لي بقا ديال الجوبن بحل هكا رغم كتبقى حتى شي حاجة وهذا كل ما اللي كي يبقى را ممكن تستعملوه اخواتي كخميرة طبيعية في المخبوزات را كي اعطاهم خفا ورتيجي وخفاف وكي حتى تح وكي تجي فيهم واحد الحمودة خفيفة ديال الحميرة البلدية هاد الماب الاصفر اللي كتلاحظوه معي فهنا غادي نصفي الجوبن ديالي كله مزيان هكا في المنديل بحلقة كما كتشوفو وغادي نحاول نجمع هاداك المنديل مزيان على الجوبن ديالنا فهدي صراحة هي الطريقة ديال الوليد ديالي لله يرحمه في هاد الايام المباركة يا ربي ويرحم جميع اموتنا واموت المسلمين فكان دائما لالقلح لي بهكا مشطري فكيد مباشرة كي يحولوا الجوبن يعني عمرنا صراحة كان القادمة هكا الجوبن موجود صراحة ما كناش قاع كان نضربوا الهليه الهم او لا كان قولوا ان الجوبن مكينش في البيت فبحال هاد الشكل هادا كان حاول انني نعقدم زيان هديك العقداء هكا ونزير على هاداك المنديل وكان خليه هكا يستقطر شوية من الماء فهناك ما شتوره ما فيهش لما بزافت انني صفيته غير باليد اما لك ما قلت لكم صفيته الخليط كامل ورا غادي تحتاجه مدة طويلة باش يخرج من الجوبن او لا خذكم هكا تعلقوه ويبقى معلق فانا هنا غاد نخلي هكا غانتقل عليه فقط ونخلي حتي ينزل منه يعني ذاك المال يبقى فيه وكان تحصل على هاد النتيجة هادي ديجا هو راه بارد الى صفيته مباشرة رخذكم تخلي حتي برد تماما وكان نصبوه هكا يعني بعد ما كي ما كي ينشف ما كان خليه حتي ينشف تماما يعني كي ولي قاصح لك يبقى هكا مفرتت كي ما كتشوفو معي نصبوه في انا اخر على هات الشكل هادا وهنا غنضيف عليه اضافات باش يعطينا جوبن لي خفيف وكذلك الديد هادي نضيف خمسات ديال القطعة ديال الجوبن متلت وهنا الجوب متلت فهو يباش نتحصل على ذاك المضاق اللي كانت لقاوف ذاك الحكاك ديال الجوب اللي كي يكون كريمي هنضيف كذلك ثلاثة الحكاك ديال الجوبن طاري هاد اليوغورت هادي كي يكون ديوزن تسعين جرام راه هم توفروا ذا بحتام وموجود يعني بشكل اخر ليواتم نفس الحاجة هنا غنعمل ثلاثة ديال الكووس انا عندها كلها يترك نعمل فيه كاس واحد على هذا الشكل انا ديجا نعمل الملحة عملتها في اللول كما ذكرت لكم وبنسبة الاخوات اللي غادي عملو حليب طريق يعني مباشرة فغتتعملوا نفس الطريقة لكنا كان عملوها في فيديو الفيديوهات السابقة نحط لكم الرابط ديالهم تحت لا فيديو يعني من الاول كتعملي 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 الحاماض او للخل اه بالطريقة اللي بغيتي مويما نحط لكم الرابط باش تمشيوا تشوفوا مثلا طريقة ديال الحليب اللي كان عندك كتري سفينا بعد ما ضفت هاد المكونات هادو غادي نطحن الخليط جيدا هني لكان هاد البغام يكسوغم زيان ما كانش فكتعمليه غير في طحانة الكهربائية غير هو في طحانة الكهربائية للكاس ديال العاصر كتعملي اليوغورت هو اللولاني من التحت باش يكون عندك الخليط تخفيف من الاول صافي كان نطحن مزيان كما اشتو معي بحال هات الشكل هادا كان بقى نطحن حتى ما كيبقوش في الخليط حبيبات ديال الجبن يعني كيولي كريمي مزيان في حال هات الشكل وهنا باش تحصتوا على هاد النتيجة فاكيد ما خسكمش تصفو ذاك الجبن مزيان فإلى صفيتوه مزيان غادي تحتاجوا كمية ديال اليوغورت ذاك اللي بنكهات الجبن او الجبن طريق هتحتاجو بكمية كبيرة اما اللي بغيتو هكا يعني بطريقة اللي عملتان فما تصفوش هاداك الجبن بزاف ما ينشفش بزاف خليو في شوية ديال ما باش يعطيكم هاد النتيجة هاتي وهنا كي ما كتشوفو معايا بعد ما كتنطحن جيدا الخليط ديالي كيصبح لها تشكل هادا رائع جدا ففش كتبغي تستعمليه اكيد ما بعد ما هاتي تكمليه ضروري تغطي لجوبن ديالك او لا تعمليه في بوطا وكتعمليه في التلاجة حتي يبرد تماما كيزيد يعقد كتر وكذلك كيعطي نتيجة افضل وكتا المادق ديالو كيوي يعقد اكتر يعني المادق كيوي مركز فهدا وي الجوبن ديالنا كيماشتو ممكن تحضروه تحضرو به مملحات ممكن تحضرو به شيوات ممكن هكا تحطي لاطفال ديالك في الصباح يعنى بحل الجوب اللي كانحطو دائما في الصباح كمية 3 لطر الحليب يمكنك تحضر اغير اترو الحليب وهذا هو جبن كريمي لديد يمكنك تحضر الحليب من الأول شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة